نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية المؤتمر السنوي للاهتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى وناقش المؤتمر أهمية تطبيق معايير الجودة في تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتعزيز سلامة التشخيص ومنقشت استراتيجية الحد من أخطاء التشخيص بهدف تعزيز التعاون بين القيادات الصحية لتدعيم معايير السلامة تشخيصية القوية نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية المؤتمر السنوي للاهتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى الهدف من هذا المؤتمر وهذه الاحتفالية أن نحن نحط خطوط عريضة يمكن بعد اتباعها أن نقلل من نسب هذه الأخطاء ونجنب المرضى داخل منشآت صحية الوقوع في مشاكل تشخيصية ومن ثم مشاكل في العلاج لأن زي ما حكت أعلم أن تشخيص هو نصف العلاج ويتحكم في النصف الآخر الحقيقة احتفالية مهمة جدا هي من أجل سلامة المريض الشعار هذه السنة هو يتعلق بالتشخيص لأنه 16% من الأخطاء الطبيئة التي يمكن تجنبها هي بسبب عدم دقة التشخيص كما تعرف التشخيص كان غير دقيق معناها كل المداخلات التي تأتي بعد التشخيص راح تكون غير صحيح المؤتمر تناول أهمية تطبيق معايير الجودة في تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتعزيز سلامة التشخيص ومناقشة استراتيجيات الحد من أخطاء التشخيص نحن النهاردة في هيئة الرعاية الصحية أيضا كان في فرصة أن نعرض عدد من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع المتمثلة في حصول 80% من منشآتنا التي هي حوالي 336 منشآة ما بين مستشفات وحدات صحية في محافظات المرحلة الأولى في التأمين الصحي الشامل على درجات الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وأيضا حصولنا على الاعتماد الدولي من منظمة الجي سي آي العالمية المعنية بالاعتماد الدولي للمنشآت تبقى لأحدث وأرقى معايير الاعتماد الدولي فيما تعلق بالرعاية الصحية سعداء طبعا بمشاركتنا وفخرون باللي بيحصل في الدولة المصرية من حيث الإصلاح الصحي وأيضا الحفاظ على سلامة المرضى داخل المنشآت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت بوضع معايير دقيقة لضمان جودة الفخصات المختبرية وتقنيات التشخيص التصويري في المنشآت الصحية المعتمدة